نستمر في مرضوء الـ World Connections نجد الآن إلى فقرة لـ Classification of Worlds يعني تصنيف اللحم توجد ثلاثة طرق بإجراء التصنيف حسب ما يأتي أول طريقة تصنف الـ Worlds حسب الـ Type of Worlds والاسلوب الآخر حسب الـ Positions of the Worlds والاسلوب الثالث هو الـ Types of Joins الآن نجي إلى تفاصيل كل طريقة من هذه الطرق الخاصة بالتصنيف نجي أولا إلى الـ Type of Worlds يعني التصنيف حسب الـ Type of Worlds بموجب هذا التصنيف هناك نوعين رئيسية من الـ Worlds النوع الأول يسمى بالـ Fillet Weld والنوع الثاني هو الـ Prove Weld إضافة إلى هالنوعين الأساسية لدينا نوعين أخرى هي الـ Pluck Weld والـ Slot Weld راح نجي الان نتعرف على كل نوع من هذه الأنواع حتى نفهم الاختلاف بين هذه الأنواع الخاصة بالـ Worlds نروح إلى الـ Figure 5-1 Figure 5-1 هذا المثلين للأنواع المختلفة من الـ Worlds أول نوع بأنه هو الـ Fillet Weld الـ Fillet Weld يتصف بأنه الأجزاء المربوطة راح يصير بيها لاتنج يعني وحدة فولد الثانية مثلاً عندك هاي البليتة تربطها بهذه البليتة فتخلي وحدة فولد الأخرى وبعدين تلحم هاي الجزء مثل ما نوضع وطبعاً حتى الجزء أو الخلفي هذا أيضاً للحن بالمقطع راح تبدو بهذا الشكل يعني هاي البليتة العليا هاي البليتة السفلة وهنا يجينا اللحان إذا تم اللحان بهذا الأسلوب يسمى بالـ Fillet Weld واللاحظة هنا الـ Two Plate مو بنفس المستوي وإنما مستويين مختلفين وكذلك ممكن استخدام الـ Fillet Weld إذا كانت أدمه إحدى البليتة هي عمودية والأخرى وفقية فراح يصير مكانات اللحان هنا وكذلك بالجانب الآخر الآن نجي إلى وصف الـ Groove Worlds الـ Groove Worlds إذا كانت الـ Two Plates واقعة بنفس المنسوب ونريد نلحمهم طبعا حتى نلحم الـ Two Plates اللي واقعة بنفس المستوي أو نفس المنسوب نحتاج أن نقطع الحرفات بمستوي مائل يعني هاي الحرفة نقطعها والحرفة الأخرى أيضا نقطعها بحيث من نخلي بـ Floatات وحدة فوض الثانية راح يتشكل لنا حرف الـ V إذن بأجل تنفيذ لازم هاي الحرفات تقطع بحيث من نخلي بصف الـ Plater يتشكل لنا حرف تقريبا بي ونمدي هذا الـ V اللي هو الـ Groove يعني الـ V يعتبر Groove أو الخدود نجي نمديه بمادة اللحام فهي راح تنربط الـ Two Plates مع بعضها كبالك ممكن أن يكون الـ Groove مو بشكل الحرف V وإنه وحدة فتحتها للأعلى وحدة فتحتها للأسفل وبعدها نتم مدى هذا القرار الناطج أو الـ Groove الموجود من خلي بلاتة ين بلاتة أما إذا كانت أبنى بلاتة أفقية مع بلاتة عمودية فهاي البلاتة نقصها بهذا الحاكم على تقص بهذا الشكل والجزء العمودية يقص بهذا الشكل ومن أخلي واحدة ين الثانية راح أيضا يتشكل النحر V وهذا يملأ بالـ إذا تم اللحام بهذه الأسائل نسميه complete penetration Groove world complete penetration بمعنى اللحام يخترق كل الأمق يعني إذا الله أحب الأشكال الثلاثة إنه مادة اللحام تخترق الأمق بالكامل في أحيان أخرى ما نستخدم complete penetration نستخدم partial penetration يعني الحافة نقطع جزء من الأمق بشكل مائل ونفس الشي بالنسبة للبلوتة الأخرى فإذا نخليه مهدف صفة ثانية يتشكل أدنى حرب V بس هذا V ما واصل إلى الحافة السفلة للبلوتات وإنما جزء من الأمق فقط معه بعدين هذا الجزء أو الجروف ينمي بمادة اللحام قد يكون أدنى الجروف بالأعلى أو الجروف بالأسفل أو الجروف لبلوتة أفقية مع بلوتة عمودية بس الجروف أيضا ما واصل إلى الحافة السفلة لبلوتة الأفقية فهذا يسميه بالقارشا تنبراشن الجروف واردس منجي الآن إلى الأنواع الإضافية اللي هي سلوت ويرد والبلاك ويرد هاتي الأنواع من الويرد إله استخداماتها الخاصة على سبيل المثال إذا كانت أبنى تو بلوت نريد نلحمهم نلحمهم بالفيلة ويرد بهذا الإسلوب طبعا هنا أكو فيلة ويرد ويرد هنا أكو فيلة ويرد بس إذا كان هذا الفيلة غير كافي لتحمل الخوة الخارجية المسلطة على هذا المنبل معناها لازم نقوي اللحام نقوي اللحام لازم نزيد من الطول مالته بس لهالحالة مثلا ما عدنا مجال أن نزيد من الطول فنلجأ إلى أسلوب أما السلوت ويرد أو البلاك ويرد هاي إضافة إلى انفلت ويرد فنجري أو أول مرة نجي إلى البلاك ويرد نسوي ثقوب تخترق البلايتة العليا بالكامل مجموعة من الثقوب حسب الديزاين بعدين هاي البلايتة نخليها فوق البلايتة الميزيدة بالأسفل ثم نملي هذه الثقوب باللحام فراح ترتبط البلايتة السفلة مع البلايتة العليا بربط إضافي إضافة إلى البلاك وإذا استخدم السلوت السلوت يعني شاب أيضا هذا السلوت بعدين يوم الأدماء بدأ اللحام ويسمى بالسلوت ويرد كذلك هالأنواع البلاك ويرد والسلوت ويرد ممكن أن تستخدم بربط الكافر بلايت بالبلايت أب ممبر يعني إذا عندك بلايتة تربطها بفلانج ل مثلا فحتى تربطها أكو أسعار مختلفة للربط وحدا من الأجهاء أن تستخدم هذا الإسلوب أو هذا النوع من اللحام اللي هو السلوت و البرم بربط وهي الفلانج الخاصة ب ال الو سكشن أو ال آل سكشن هذا وصف لهالأنواع المختلفة من الو نجي الآن إلى بعض التفاصيل التي تكون بالمحاضرات نفترق لها الفلات ويلد يعني من أهم ميزاته يعتبر اقتصاد وفي الحقيقة أغلب أعمال اللحام الموجودة بالمنشآت الحديدية خلينا نقول تقريبا 80% من أده يستخدمون الفلات ويلد الفلات ويلد قلنا اقتصادي وبنفس الوقت يحتاج إلى لحامين متوسطي الكفار لحامين متوسطي الكفار هذه قلنا يعني الفلات ويلد تشكل حوالي قلنا هي الأكثر استخداما تقريبا 80% من أعمال اللحام التن باستخدام الفلات ويلد بالنسبة للغروف ويلد قلنا القطع المطلوب لحنا راح تكون يقعون بنفس المستوي وهذا النوع من اللحام اللي هو للغروف ويلد يشكل تقريبا 15% من أعمال اللحام الموجودة بالمنشآت ويلد للغروف ويلد أما اللحام يكون اللحام يأخذ كل أمق الألزاء المربوطة أو يكون Partial Pantration ويلد اللي هو ما يمتد إلى كل الأمق وإنما جزء من الأمق للأجزاء المربوطة أو سنوك الأجزاء المربوطة لغروف ويلد يعني من خصائصها أيضا مر أكس بل تحتاج إلى عمال ماهرين أو لحامين ماهرين أما فيما يخص plug and slot ويلد وضحنا شلو التم بعمل ثقوب أو شقوق يتم في إحدى البلايتين ورغبين هذه الشقوق أو الثقوب تملأ بمادة اللحام هذي مميزات هذه مميزات يعني plug and slot are expensive type of لكن نحتاج هؤوين إذا مثلا كان عدنا الفيلة ويلد مايكفي فهذا دعا لل فيلة ويلد حتى يتحمل القوة الخارجية المسلطة وكذلك يستخدم بال cover plate إذا تربطها على الفلانج of built up number أيضا راح ممكن أن تستخدم هذا النوع من الworld هذا إلى التصنيف الأول الآن نجي إلى التصنيف الآخر حسب الposition خلي نروح للطيجر اللي ورح نا شمو معنى الworld هذا الفيجر هذا بمنشأ ومستخدمين ب ورعيات مختلفة أو أراكن مختلفة تصنف إلى flat هاي بالأرض يعني نصور بهذا الشكل بحيث الشخص اللي يقوم بعملية اللحام يكون أعلى من منطقة اللحام وعلى البلين يكون أفقي فتقدر تحصل على the flat the flat أما إذا كانت عندك مثلا هاي بليتة وهاي بليتة تلحمهم فرح تستخدم vertical world رح يكون عمودي أو شاقولي أما إذا كان عندك هاي بليتة والجواه بليتة أخرى فرح تستخدم horizontal world إذن هذا horizontal horizontal على السطوح الشاقولية يعني هو البليتات الشاقولية وإنت جاي تلحمهم بworld horizontal وقلنا هذا نسميه بالvertecal وهذا بالflat هاي ثلاث أنواع النوع الرابع هو overhead world هاي القائم باللحام رح يكون أسفل الأجزاء اللي يريد الحام فمثلا هنا واضف آمل اللحام واللحام صار فوق راسل يبارك يسمى overhead world يعني مثلا عدى السقف وبي اللحام فرح تستخدم هذا النوع من اللحام اللي هو overhead quade فإذا أدنا أربعة نوع flat vertical horizontal overhead هذا حسب position حسب موقع اللحام أرخصهم هو flat horizontal vertical overhead أدنى مكتوبات بشكل متسلسل حسب كلفتهم أرخصهم هو flat overhead وأكثرهم كلفة هو overhead فإذا مرتبات حسب التكلفة بالنسبة لمهارة اللحام ف flat 12 يحتاج إلى كفاءة متوسطة للعمل اللحام بينما ال-overhead يحتاج إلى لحامين ذو كفاءة عالية ها يهم النقاط فيما يخص ال-positions الآن نجي إلى التصنيف حسب ما يسمى بال-type of joints حسب ال-type of joints نقدر نصنف بالشكل التالي butt joint إذا كانت ال-two plates بنفس المنسوب وطبعا هنا معناها رح نستخدم لل-groove welding فهذا النوع من الربط يسمى butt joint يعني حسب حسب الجو إذا كانت لدينا plate على plate بالأسفل اللي أرغان هنا لاح منهم هنا طبعا هذا اللحام المستخدم هو من نوع fillet well بس كjoinnt تسمى بال-lab joint هذي ممكن نسميها T joint هذي edge joint وهذي corner joint فهذي يعني التصنيف حسب type of joint الآن نجي إلى أكثر أنواع اللحام استخداما اللي قلنا هو fillet well وناخذ تفاصيل أكثر عنه أهم ما يميز هذا النوع من الwell إنه strength multi intention tension and compression أكبر من strength multiple shear يعني controlling stress اللي واجباً ما نتجاوزه هو الشير لأنه مقاومة الشير للحام إذا كان من هذا النوع هي أبعط من مقاومة اللحام بال tension وب compression يعني الإجهاد الحاكم اللي على أساس يصير التسميم هو إجهاد القص ملاحظة يعني من يكون عملي عملي الشغلة وممكنة من نحن نجي نرتب الجون فيفضل أن اللحام يقع تحت تأثير شير يعني يكون معرف فقط إلى شير وليس شير ويا tension أو compression يعني ما يصير بي combine stresses شير فقط يكون مقاومة أفضل ما من بنجواها tension أو compression إذا عادنا مثلا lab joint هاي النقطة توصف إني إذا عندك lab joint مثلا وجايت تفحصها بال tension يعني خليتها تحت تأثير tension راح تشوف بأنه الفيلور اللي هو طبيعة شير فيلور راح يصير بزاوية 45 through the throat حتنفهم هاي العبارة نحتاج أنا نروح إلى الرسم اللي والله حمنا لthroat خلينا نعرف أول مرة شنو لthroat هسا إذا عدنا هذا في رتوال خلينا نتعرق على المصطلحات أول هاي المسافة أو خلينا نبو بالroot الروت هو الانترسكشن مال هذا الوجه لأحد الأجزاء المطلوب ربطها مع الوجه الآخر بالجزء الثاني يعني مثلا عندك هنا هاي هاي النقطة ما الانترسكشن بين الأجزاء المربوطة هاي نسميها بالروت الروت وقلنا منطقة اللحام هي هاي المنطقة يعني هذا الجزء اللي تقريبا مثلت هذا يمثل منطقة اللحام المسافة انجر خط من هاي النقطة يعني من أعلى الحاف اللحام إلى الحاف السفلة هذا الخط النقطة هذا يسمى theoretical or diagrammatic phase والوجه الحقيقي لللحام هو الصور المستمر هذا هو هذا الحقيقي وهذا الخط هو theoretical أو diametric diagrammatic phase فإذا الآن عرفنا هاي الليك وهذه الليك هال ممكن ان يكون متساوية بالقلاس ممكن ان يكون مختلفات ونبدلنا هذا نسميه بالروت هذا اللي حام نسميه شوف اللي انه محدد نسميه convex وهذا النوع نسميه concave يعني مكعر وهذا محدد نجي نبدأ المحدد نجير خط منا لهنا من هاي النقطة الهاي النقطة نجينا هذا الخط نسميه theoretical phase أقصر مسافة بين الroot وبين هذا الخط اللي نفل انه theoretical phase انثميه بالثروت أو theoretical throat فإذا الثروت هو هاي الأقصر مسافة تصل بين الroot وبين الخط اللي مثل انه theoretical phase هاي المسافة طبعا مهمة دائما راح نحتاجها بعد نجري الحسابات اللي هي قيمة list root قيمة list root هي أقصر مسافة بين الroot وبين theoretical phase ما تلقح هاي المسافة إذا كان مقاعر راح يكون هذا theoretical throat بهذا الشكل يعني ناخذ هنا my mouse ونرسم هذا الخط الأقصر بعد أن اتعرفنا على مفهوم throat وال leg leg size أو طول البحام leg يعني الرجل نرجع إلى الملاحظات فقلنا إذا تسلط أسيدا نرجع إلى two place رابطيهم مع بعضهم باستخدام feel at where وصلتنا عليهم قوة الشاد هاي القوة بعدين هنا تتحول إلى shear stress وهذا shear stress سيسببنا فشل بالزاوية مقدارها 45 درجة بمعنى أنه سيكون من خلال المستوي الذي يمثل لفرط يعني خط الفشل هو مستوي الفشل هو المستوي الذي يمر بخط لفرط لفرط بس احنا شفنا اللفرط كخط بس إذا اتمد هذا الخط إلى الجانب الآخر من اللحان فالمستوي يعني إحنا قدنا إذا نأخذ أي قطعة لحان هل نجي إلى الرسم التاريحي الأكثر اللي هو هذا طبعا قدنا هذا أول خط ثروت هذا أول خط ثروت وأدنا هذا خط ثروت آخر فالمستوي اللي يمر بهم هذا يسمى بالثروت سيرفس والمساحة تسمى بالثروت أيريا اللي هي راح تقاوم الفشل يعني هذا الجزء المظلل هو المساحة اللي نأكبرها راح إحنا قلنا خلالها راح يصير الفشل فالمساحة الموجودة هنا هي اللي راح تقوم بمقاومة الفشل نتيجة الأحمال المسلطة نلاحظ يعني هذا الرسم أوضح من الرسم السابق فهذا مثل الروت هذا الخط هو الثروت هو هاي المساحة قد تكون مساوية إلى هاي وقد تختلف عنه المهمة هنا نركز على هاي 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 مهمة في حسابات تحمل الوالد نحن 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 هاي العبارة قد تكون متساوية إذا كانت متساوية فخط الثروت راح يصنع زاوية 45 درجة مع أسطح الأجزاء المربوطة مثل مع مبين يعني هذا الثروت هاي الثروت خد نقول للقطعة العمودية 45 درجة وهي القطعة الأفقية أيضا الزاوية 45 درجة يمتى نحصل على هاي الحالة إذا كانت الليكس متساوية نسميها بالإكول لج في بعض الأحيان الليكس ما تكون متساوية فهالزاوية ما تصير بعد 45 درجة وإنما تأخذ قيمة أخرى هنا عادة نحن بالفيلة التويلد نمتز سايز معلي يعني مثلا نقول هذا الفيلة التويلد السايز معلي فالرقم مؤين هذا الرقم يمثل إني الليكس سايز فإذا كان عندك السايز معلي الويلد خنبول ربو إنج يعني نرمز له من الريد نعصف السايز معلي الويلد نقول ربو إنج في لتويلد هاي على سبيل المثال هذا شنو مقنى هذا الفيلة ويلد الليك مالتي قيمتها ربو إنج ونبقى نتذكر بأنه لثروت يختلف عن اللقلان يعني هو ينطينا بالسايز اللقلان بس لازم احنا بعدين نحسب مقدار لثروت اللي على أساس اه ابتم اه حساب لثروت أيري اللي نحتاجها بالحساب فإذا الوصف السايز مع الويلد هو من خلال الليك سايز فإذا كان الليك سايز زيز متساوية أو اه ايكو الليك سايز نسميها فنبقي رقم واحد ربو إنج في لتويلد هاي يعني كل لك ربو إنج لكن بالن ايكول الغير متساوية لازم نوصف السايز باستقدام رقمين يعني مثلا قدنا اه اه ايكول ايكول لكس فلازم نمطي طول الليك من الثنين يعني الثنين طوله فمن نقول ثلاثة على ثمانية باي نصف إنج في لتويلد يعني احدى الليكس هي ثلاثة على ثمانية إنج واللق الأخرى هي نصف بهذا الشكل يتم التعبير عنا من سايز فإذن السايز يقبر عنا بضلالة الليك لينغ إذا كانت إذا كانت قدنا تزاوية راح أصير خلصة واربعين بين الثروت وبين الأسطح الملحومة بثروت قيمته راح تساوي 0.707 times دي لك وهذه تنحفظ يعني الثروت يساوي 0.707 مضروف في قيمة الليك أو الليك سايز فإذا ها هي العلاقة اللي تربط بين بثروت لينغ طبعا راح يكون أقل يعني الثروت يساوي 0.707 في طول الليك نحصل على قيمة الثروت بس إذا كان غير نساويات الليك فنحتاج أن نستخدم المضرويات الحاصلة بالمثلفات بحساب الثروت الآن نيجي إلى ال يعني الرموز المستخدمة للتعبير عن أنواع اللحام بالمخططات يعني إذا أدنا منش حديدي مستخدم باللحام فبالمخططات راح تلاحظ استخدام مجموعة مختلفة من الرموز للتعبير عن نوع اللحام المطلوب والsize مالت كذلك فأن هذا جدول طبعا هذا جدول يوصف لنا مجامية مختلفة من الرموز يعني مثلا هذا الرنز يسمى بالباك هذا المثلث اللي هو كثير الاستخدام يؤبر عن فيها تول إذا مستقيل يؤبر عن وكذا باقي الرموز هذا يسمى بي هذا باهم يو جو حسب يعني هذا حسب القروف حسب القروف المستخدم واللي بعدين راح ينملك باليحان حسب شكل القروف ينطي الرمز فإذن هذا نرجع إلى هذا الجدول إذا شخنا رمز معين بالمفتط نرجع إلى هذا الجدول وجداول أخرى نقدر نعرف شنو المقصود بهذا كمثال توضيحي إذا ناقض مثلا هذا عبن مربوط مع باستخدام لحام بهذا الجانب فقط هذا اللحام هو من نوع فهذا التمثيل الحقيقي التمثيل بالمخططات راح يكون بهذا الشكل يعني سوي لك هنا هذا السهم هذا السهم يؤشر على هالنقطة معناها هنا عندك فلت ويلد ربع ربع انج فلت ويلد يعني طوب لهذا الويلد هو ربع انج هاي الستة اتمثل طول البحام ستة انج لون بالجانب القريب يعني بس هذا الجانب فاذا اذا عشقنا رمز بهذا الشكل فهذا معناه ربع انج في الويلد ست انج لون قطول اللحام مقدار ست انج الان اذا كان هذا الحقيقي خمي عندك نفس القطعتين بس هالمرة مربوطة او مستخدمين بها اللحام على الجانبين بهذا الشكل التأشير يصير بهذا الاسلوب يؤشر لك على هالمكان بس هنا شوف يستخدم مثلثين مثلث بالأعلى ومثلث بالأسفل هذا الرقم يمثل منه ال size التي بدورها يعتبر leg length وهذا المثل انه طول اللحام فاذا شفنا هذا الرمز هذا شنو معنى ربع انج فيل اثمانية انج لون لانه هو مؤشر هنا بس بأنه مستخدم مثلثين معنى هال side والside الاخر بهذا الشكل ممكن ان نرجع الى الجباول الخاصة برموز الوردي حتى نتقرق على مأنا كل رمز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة